حسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول لو صليت على الميت وكبرت خمسة تكبيرات ناسياً فماذا يترتب علي؟ هل يلزمني سجد سهو؟ ما يترتب عليك شيء نبد لكن مثل ما ذكرنا إذا كان الإنسان إمام للناس فإنه يعمل ما عليه الجميع ولم يحصل فيه خلاف وهو الأربع إما إذا صلى وحده فعليه أنه يختار ما يشاء نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة